فقد شنت ميليشيا الحوثي عشرات الحملات العسكرية خاصة على مديرية الحداء تارة للبحث عن ما تصفهم بمطلوبين وتارة أخرى للفرض الجبايات وتارة لمحاولة الاستيلاء على أراضي والحملة التي قلتها ميليشيا الحوثي بالأمس على مديرية الحداء كانت ليس كما تزعم أو كما تقول فضش الاشتباك وإنما أيضا لتأجيج الصراع والوقوف مع طرف ضد طرف لأسباب تتعلق بالميليشيا الحوثي تريد أن القميلة الأخرى قد تكون رفضت إرسال إبناءها للقتال مع ميليشيا الحوثي رفضت دفع جبايات لهذا هي السياسة الحوثية مع كافة القبائل اليمنية وعندما تنتهي مصلحتها من تلك القميلة أو غيرها أو من شخص تلك القميلة تقوم بتصفيته أو اعتقاله وما حدث لعشرات المشائخ من تصفيات أو اغتيالات أو اعتقالات لهو دليل بارز على أن ميليشيا الحوثي تستخدم القبائل عبارة عن وقود لحربها العبثية التي تمرها بها إيران